حتى يتبين لهم أنه الحق بندنت بتاريخ 8-8-2018 الحقيقة نشرت تحذيرا لمخاطر الوشم هذه الظاهرة التي بدأت تغزو للأسف عالمنا الإسلامي تقول هناك علاقة وثيقة بين الوشم والسرطان علاقة مؤكدة بين الوشم والسرطان ما الذي حدث أيها الأحبة دعونا نشاهد الفيديو الخاص بالوشم ونتأمل ماذا يقول العلماء وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا من هذا الأمر هذه الصورة من صحيفة انديبندنت تؤكد أن الوشم يسبب السرطان لأن الذين يقومون بالوشم يستخدمون بحدود أربعة آلاف مادة معظمها مصرطنة ويقولون أن الأصبغة تبقى بشكل دائم في جسم الإنسان وهي سامة والأضرار كثيرة جدا إنها تستهدف شريط دي إن آل وراثي وتحدث تشوهات في هذا الشريط تؤدي إلى خلل يمكن أن يؤدي إلى خلل في تكاثر الخلايا وإصابة بعض أيزاء الجسم بالسرطان وهنا نرى أمامنا هذا المقطع والثائق من التلفزيون الألماني حيث إن أحد العلماء الألمان حللوا هذه الظاهرة ووجدوا أن هذه الأصبغة تنتقل إلى أعماق جسم الإنسان بل إنها تصيب أحيانا الغدد اللنفاوية انظروا كيف أن هذه الإبر التي تنغرز تحت الجلد وتضع هذه النقاط من الأحبار أو الأصباغ هذه الأصباغ تتسرب وتنتشر إلى داخل الأوعية الدموية وهناك أضرار كثيرة جدا تخفيها هذه الأوشام أن الأضرار لا تقتصر فقط على تشويه الجلد أو سرطان الجلد بل هناك أضرار كثيرة جدا تنتقل إلى داخل العقد اللنفاوية كما نرى أمامنا هذه الدراسة العلمية ذرات أو جزيئات الأحبار أو الأصباغ لأن المواد ذاتها مستخدمة في الدهانات في طلاء السيارات أو في طلاء البيوت ذات المواد تستخدم هنا لحقن الجلد بهذه الجزيئات التي فيها تقريبا مواد سامة ومسرطنة فهي تدخل أيها الأحبة إلى داخل الأوعية الدموية الدقيقة وتتركز في أماكن ولا يمكن للجسم أن يتخلص منها أبدا تبقى داخل الجسم وهذه صورة 3D كيف أن هذه الأصباغ لا تبقى فقط تحت الجلد بل تهاجر إلى أماكن مختلفة من أجزاء جسم الإنسان وبخاصة العقد اللنفاوية وبالتالي تحدث يعني ليس فقط تسمم للجسم بل إنها أيضا تحدث مشاكل في الشريط الوراثي يعني نحن لدينا كل إنسان لديه شفرة وراثية موجودة في كل خلية من خلايا جسم الإنسان هذه الشفرة الوراثية تتضرر وشريط الـ DNA يصاب بتشوهات بنتيجة هذه الأصباغ ولذلك هناك بحث علمي نشر عام 2017 بتاريخ 14-9 يقول بأن جزيئات أصباغ الوشم تنتشر إلى أماكن خطيرة في الجسم منها العقد اللنفاوية والأوعية الدموية وبعض الخلايا المناعية أيضا كذلك فإن وكالة الكيمويات الأوروبية أطلقت تحذيرا مؤخرا من مخاطر الوشم ونصحت كل من لديه وشم بضرورة الاتصال بطبيب مختص إذن وكالة الكيمويات الأوروبية تحذر من مساوئ هذا الوشم وتقول بأنه ينبغي على كل إنسان لديه وشم أن يتخلص منه بسرعة أو يستشير طبيب لأن هناك خطورة في بقاء هذا الوشم في المستقبل على إصابة الجسم بأنواع من السرطان منها سرطان الجلد لذلك أيها الأحبة الحقيقة العلمية تقول ينبغي التحذير من هذا الوشم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لعن الله الواشمة والمستوشمة انظروا إلى هذا التحذير القاسي حقيقة لم يقل لك هو مضر لأنه لو قال مضر كثير من الناس لا يستجيب ولكن استخدم اللعن لعن الله المستوشمة الواشمة والمستوشمة يعني من يضع الوشم ومن يضع له الوشم لعنهم الله سبحانه وتعالى هذا التحذير أيها الأحبة يرد على كل إنسان يريد أن يلغي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الوشم غير مذكور في القرآن من أين سنعلم مخاطر هذا الوشم لو لا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه قبل أربعة عشر قرنا والله إن هذا الحديث لا يشهد أنه نبي صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في طوال